ما ميتها قلت لها لما هي قالت أنه حاول جارة حاول يختصبها ضربتها وقلت لها سكوتي أيوة لأنه عندهم عار بدل ما حاول أن أنا أشوف حل أو هعمل إيه أو نحن أشوف نكمل أفلام تعملت في الدراما والحاجات الوطائقية والدرامة التوعوية إنه لو حد تحرش بيكي لازم تقولي لو حد معاكسك في الشارع عندهي البوليس مش إحنا عدنا فترة نتكلم في القصة دي هل كل الناس استغابت سحصل فعلا حادثة قريبة اللي أنا مش عايزة أقول كتير عنها بس عملت مشكلة وعملت محضر وما لا ما تسكوتيش بذلك مش فضيحة للبنت هي فضيحة للمتحرش هليت ربا مين بقى مين من الثقافة في جزء استجاب من المجتمع وفي جزء لا عنده فضيحة أو أعملي له محضر وانتي سكت لك الناس ما تعرفش دي فضيحة يا بنتي ما تقوليش حتى في الإعلام ولا تجلأ اتكلمي ما تسكوتيش بذبت أفضحي نفسك فعلا هي مش فضيحة يا فضيحة ليه اللي تحرش بيكي مش ليكي انتي لو سكتتين وما فضحكوش حسن فيه فيه جاب كبيرة قوي أو فجوة كبيرة قوي بين جيل وغيل وبين لغة أيوة لغة وبين طبقة وطبقة بين تفكير وتفكير أنا نفسي نقرب ده كل يعني كلنا قامل نتكلم لغة واحدة ممكن تحصل مفيش ازاي هو ربنا خلقنا بل احنا بنعمله كل يوم وبنقعد في التلفزيون نقول ربنا خلقنا ذكر وأنسة وخلقنا شعوب وقبائل شعوب وقبائل حتى لتعرفوا